بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات مجددا في سلسلة شروحات مقرر مقدمة في الأعمال اليوم بإذن الله سنراجع سويا في فصل الخامس وإثراءات الفصل الخامس والذي يتحدث عن المسؤولية الاجتماعية كنا قد تحدثنا في فصل أول عن استكشاف عالم الأعمال التجارية ومن ثم انتقلنا إلى تنظيم الأعمال التجارية وبعد ذلك تحدثنا عن الأعمال التجارية في الاقتصاد العالمي وبعد ذلك تحدثنا عن إدارة الموارد البشرية التنوع والشمولية واليوم بإذن الله سنتحدث عن المسؤولية الاجتماعية للأعمال التجارية في هذا الفصل هناك ثلاث محاور تحدثنا عنها أولا أخلاقيات العمل ثانيا السلوك الأخلاقي في المنظمات ثالثا المسؤولية الاجتماعية نبدأ في المحور الأول تحدثنا في أخلاقيات العمل ذكرنا أن المؤسسات تلتزم اجتماعيا المؤسسات تجارية تلتزم اجتماعيا بالممارسات التجارية الأخلاقية هناك ممارسات أخلاقية وهناك ممارسات غير أخلاقية وبالتالي فالمنظمات لا بد أن تلتزم بالممارسات التجارية الأخلاقية وذكرنا تعريف للأخلاق ذكرنا الأخلاق هي المبادئ أو قواعد السلوك التي تضمنها السلوك الأخلاقي والالتزام بهذه القواعد في حين أن السلوك غير الأخلاقي ينتهك هذه القواعد الموضوعة إذن العمل التجاري لا بد أن يقوم على مبادئ أخلاقية مشروعة لا يمكن أن يتم العمل التجاري من خلال السلوكيات الغير أخلاقية لو نظرنا مثلا إلى تاريخ الاقتصاد أو تاريخ المنظمات نجد أن هناك بعض المنظمات قد تكون مارسة هذه السلوكيات الغير أخلاقية لذلك نشأ هذا المفهوم هو الاهتمام بالأخلاقية العمل الاهتمام بالممارسات الأخلاقية بالتأكيد قد يأخذ أو تأخذ الممارسات الأخلاقية عدة أشكال منها ما يتعلق في جودة المنتج والغش في الجودة منها ما يتعلق في ضرر المنتج أيضا منها ما يتعلق في الأسعار والمبالغة في الأسعار كذلك في استغلال مثلا العملاء في رفع الأسعار دون علمه بالتأكيد الأحداث كثيرة ولكن لا بد أن تقوم المنظمة على موارسات التجارية الأخلاقية بعد ذلك حرفنا أخلاقيات العمل وذكرنا أنها هي عبارة عن قواعد تحدد الآلية التي يجب أن تتصرف الشركات والموظفين فيها وفقا لها في الموقف الذي تشهده بيئة العمل إذن في بيئة العمل هناك مواقف هناك أحداث لا بد أن يتمتع الموظف وكذلك المنظمة تتمتع بأخلاقيات العمل لا يتم إنجاز العمل إلا وفق هذه الأخلاقيات وبالتأكيد كل وظيفة أو كل مهنة هناك أخلاقيات خاصة بها هذا يقودنا إلى ميثاق أخلاقيات المهنة هناك مثلا كمعلم هناك ميثاق الأخلاقي لمهنة التعليم كمحاسب هناك الميثاق الأخلاقي لمهنة المحاسب مثلا الممارس الصحي كل مهنة لديها ميثاق في الأخلاق بالتأكيد قد تشترك هذه الوظائف ببعض القيم والأخلاقيات الحميدة ولكن لكل وظيفة أيضا أخلاقيات خاصة بها أخلاقيات المهنة أو ميثاق أخلاقيات المهنة هي بمثابة دليل يوجه نحو السلوك داخل المنظمة أو المؤسسة إذن يسترشد به هذا الموظف في اتباعه لكي ينهج النهج الصحيح لا يخترق القواعد والممارسات الأخلاقية وبالتالي هو دليل توجيه للموظفين داخل المنظمة أو المؤسسة بعد ذلك تحدثنا قد يحدث مثلا من بعض الأخلاقيات التي قد تحدث في المنظمات تضارب المصالح بالتأكيد حينما يكون لدينا شركة وهذه الشركة تقوم بالتأكيد على مجلس إدارة نفترض أن مثلا مدير مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة لديه شركات خاصة تعمل في قطاعات الأعمال ويقوم مثلا في تلبية احتياجات الشركة التي يعمل بها من شركاته الخاصة دون مراعاة مثلا تكاليف دون مراعاة أهداف المنظمة وأيضا الخطر عليها وبالتالي هنا ما يسمى بتضارب المصالح إذن يفكر مصلحته الخاصة على مصلحة المنظمة وبالتالي هنا لا بد أن يأتي دور الأخلاقيات والمحاسبة على تجاوز أخلاقيات العمل تضارب المصالح هو ما يمكن أن يحدث في حال اتخاذ الشركة وأحد الأفراد إجراءات أو إجراء معين يترتب عليه تحقيق منفعة غير عادلة إذن يفكر مصلحته الخاصة دون مصلحة المنظمة وهو يعمل في هذه المنظمة كذلك الموظف قد يقوم مثلا بإنجاز العمل لأغراض خاصة بما يخالف تعاليم وأهداف المنظمة وبالتالي هنا ما يسمى بتضارب المصالح وهو بالتأكيد من السلوكيات التي تخترق قواعد السلوك الأخلاقي في المنظمات لذلك أتى مفهوم ما يسمى بحوكمة الشركات ذلك نضير هذه التجاوزات مثل تضارب المصالح أو التجاوزات الأخرى كالفساد الإداري أو الفساد المالي نتج ما يسمى بحوكمة الشركات ماذا نقصد بحوكمة الشركات؟ بالتأكيد هو مصطرح نشأ من خلال التطور الذي يشهده عالم الأعمال وهي النظام القواعد والممارسات والعمليات الذي يحدد كيفية توجيه الشركات وأيضا إدارتها والتحكم فيها إذن لا يمكن أن يتم العمل في المنظمة إلا وفق إجراءات محددة مضبوطة هناك شفافية هناك قواعد لا يكون الأمر اجتهاد بشكل عشوائي أو تجتهاد منظمة دون أخرى مثلا هنا لدينا منظمة ألف تعمل بطريقة معينة منظمة أباء تعمل بطريقة أخرى لا بد أن يكون هناك نظام واضح للمنظمات في عملية الإفصاح في عملية الشفافية في أيضا القواعد والسلوك وهذا ما ذكرناه في أشكال الملكية ذكرنا أن أشكال الملكية في الوحدة السابقة هناك المنسلة الفردية التي يقوم عليها فرد ولكن حينما يريد الشخص إنشاء شركة لا بد أن يتبع لإجراءات من أهمها أن يكون هناك نظام لحوكمة هذه الشركة يكون واضح من خلاله القواعد والسياسات ونظم العمل والإجراءات التي ستتم في هذه المنظمة أيضا من الأشياء التي تراعيها المنظمة هو توازن الحوكمة بين مصالح الأطراف المعنية المتعددة في الشركة أو بعبارة أخرى أصحاب المصلحة في الشركة إذن الشركة تقوم من خلال عدة أطراف هناك المساهمين هناك أصحاب الشركة هناك المجلس الإدارة هناك الأطراف الحكومية وقد يكون أيضا الشركات الأخرى وبالتالي لا بد أن تراعي الشركة هذه المصالح كلها بما يتوافق في تحقيق أهداف كل طرف من هذه الأطراف حينما يكون هناك تغليب مصلحة فرد على الأطراف الأخرى إذن هذا ما يسمى بتضارب المصالح أو سوء استخدام السلطة وبالتالي الحوكمة تضبط هذه العلاقات تضمن أن الجميع يأخذ حقه من هذه المنظمة ننتقل إلى المحور الآخر وهو السلوك الأخلاقي في المنظمات يتأثر السلوك الأخلاقي في المنظمات أو داخل المنظمات بالبيئات القانونية والثقافية وكذلك بالثقافة التنظيمية والعوامل الفردية إذن هناك مؤثرات على السلوك الأخلاقي هناك عوامل تؤثر في السلوك الأخلاقي داخل المنظمة إما أن يكون إيجابا أو سلبا بمعنى العوامل الثقافية والقانونية ستؤثر حينما يكون هناك أنظمة في الدولة ما وهذه الأنظمة هناك آلية لتطبيقها هناك متابعة لمن يخترق هذا النظام بالتأكيد سيؤثر كذلك داخل المنظمة حينما يكون هناك قواعد للسلوك هناك إجراءات هناك قوانين لمن ينتهك المبادئ الأخلاقية بالتأكيد هذا يساعد في زيادة السلوكيات الأخلاقية وتلافي السلوكيات الغير أخلاقية كذلك الثقافية ومدى مثلا متابعة المنظمة لثقافة الأفراد وبالتأكيد تدريبهم توعيتهم أيضا الثقافة التنظيمية ذكرنا في الوحدة السابقة أن بيئة العمل مهمة جدا فكلما كانت البيئة مهيئة جاذبة سيكون هناك إنتاجية كذلك إذا كانت هذه البيئة التنظيمية خالية من السلوكيات والمبارسات الخاطئة هناك مثلا متابعة للأخلاقيات هناك تقييم لمستوى الأخلاق في المنظمة هذا يجعل الأفراد يعملون في بيئة تساعدهم على تجنب السلوكيات الغير أخلاقية تساعدهم على الالتزام بالقيم وأخلاقيات العمل كذلك العوامل الفردية كل شخص يختلف عن الآخر في قيمه وقد يكون في عاداته وتقاليده ومدى التزامه وبالتالي أيضا مدى معرفته الشخصية ومدى علمه كل ذلك سيؤثر في وجود الأخلاقيات أو التأثر في عملية زيادة الأخلاقيات السلبية أو انخفاضة أو انعدامة بمعنى قد يمارس الشخص أو الفرد سلوكيات غير أخلاقية في العمل وهو لا يعلم نظير قصوره في المعرفة نظير جهله وبالتالي هذا هو دور الفرد في القراءة في المتابعة في معرفة القوانين الموجودة كذلك دور منظمة في توعيته في حقوقه وواجباته وأيضا قضايا المطروحة وكما ذكرنا قد تختلف السلوكيات الأخلاقية من بيئة لأخرى من منظمة لأخرى وكذلك من دولة لأخرى لذلك مهم جدا أن يكون لدى الشخص للطلاع بالقدر الكافي الذي يساعده على تجنب السلوكيات الغير أخلاقية بعد ذلك تحدثنا عن العقد وذكرنا أنه اتفاقية لتبادل السلع أو الخدمات مقابل شيء ذو قيمة وعادة ما يكون ماذا نقودا بالتأكيد وعادة ما تنفذ بنود العقد من خلال النظام القضائي إذن من الالتزامات الأخلاقية هو احترام العقود بين المتعاقد وصاحب الحاجة والشركة أو صاحب العقد بالتأكيد لا بد أن يكون هناك احترام لتنفيذ العقود وهذا يقودنا كما ذكرنا إلى تطبيق الأنظمة حينما يكون هناك أنظمة تحتم على المنظمة احترام العقد وتطبيقه بالتأكيد سيكون هناك التزام وكما ذكرنا أخلاقية العمل تحتم علينا الوفاء بالعقود والتزام بالعقود تحدثنا أيضا عن أنواع الملكية الفكرية وذكرنا قد يكون برعة اختراع قد يكون حقوق تأليف ونشر وكذلك علامات تجارية إذن لماذا تحدثنا عن ذلك؟ لأن قد يكون هناك موارسات غير أخلاقية بأخذ مثلا هذه العلامة التجارية واستغلالها وهي حقوق لشركة أخرى كذلك حقوق التأليف هناك أيضا أشخاص يقومون بجهد كبير يؤلفون ويأتي من ينتهك هذه الأخلاقيات ويقوم بأخذ هذه المنشورات كذلك بما يتعلق في برعة الاختراع الشخص أو الشركة التي تقوم بإطلاق برمجية معينة أو اختراع معين تريد من بيئة العمل أو في المكان الذي تعمل فيه أو الدولة التي تعمل فيه أن يكون هناك حقوق تحافظ على اختراعاتها تحافظ على حقوقها وهذا ما نصت عليه قواعد مثلا نظام العمل في المملكة وأيضا لدينا هيئة تهتم بالحماية للملكية الفكرية حينما يكون هذه منظمة تدخل في مثلا تقنيات حديثة ويكون لديها براءة اختراع تضمن لها عدم استغلالها من قبل الآخرين إلا مثلا بموافقة هذه المنظمة كذلك تضمن أن الحقوق محفوظة بما يتعلق في العلامة التجارية وبالتأكيد كل منظمة تسعى إلى أن تحافظ على علامة تجارية وتأخذ الأرباح من خلالها وبالتالي فإن انتهاكه هو انتهاك لأخلاقيات العمل بعد ذلك ذكرنا أن الثقافة التنظيمية نتوفر معايير السلوك التي وضعها القادة والتي تشكل قيم المنظفين وأيضا تصوراتهم وسلوكياتهم داخل المنظمة ذكرنا أن الثقافة التنظيمية وثقافة السلوكيات الأخلاقية والاحترام متبادل يبدأ من مجلس الإدارة يبدأ من الإدارة العليا والقادة الذين يقودون منظمة لذلك المنظمات تختار من هو يتمتع بالأخلاقيات الحميدة العالية الواضحة لكي يكون قدوة للموظفين وبالتالي ينعكس على أعمالهم وبالتأكيد يتجنبون القيم الغير مناسبة أو الأخلاقيات الغير مناسبة هناك قيم يجب أن نراعيها قيم يجب أن تكون موجودة في كل موظف في كل منظمة كذلك الأخلاقيات وهذا هو دور القادة في التأكد أن الأفراد يؤدون عملهم وفق الأخلاقيات والقيم المناسبة كما ذكرنا العوام الفردية كالمعرفة والشخصية والقيم وأهداف الشخص كلها مؤثرة في السلوك الأخلاقي أيضا تناولنا المعضلة الأخلاقية ذكرنا أنها تنشى عند وجود تعارض بين الخيارات البديلة حيث لا يمكن لأي قرار أن ينتهك المبادئ الأخلاقية ذكرنا قد يكون هناك مواقف يتم من خلالها وضوح معضلة الأخلاقية للمنظمة كأن مثلا ذكرنا في عمليات مثلا ابتكار أو اختراع قد لا نعرف مثل التبعات له ولكن نضطر إلى تنفيذه وبالتالي هنا أو هنا سيكون محل معضلة للأخلاق ذكرنا مثلا في الشركة التي قامت بتصنيع دواء وقامت بتجربته وأثبت التجارة أنه ناجح ولكن بعد ذلك قد ظهر بعض العراض لدى أحد الموظفين يستفسر قد يكون هناك مخاطر من تنفيذ هذا الدواء وهو قد مر بتجارب ناجحة كثيرة ولكن في حالات معينة بعد أن همت الشركة بإطلاقه ظهرت بعض العراض على مريض آخر وهذا الموظف قد مثلا اكتشف هذا الأمر وبالتالي أصبحت معذلة بالنسبة له هل يقدم على التنفيذ هذا الدواء أو تجارب الدواء الناجحة بالتأكيد هي مستند قوي ولكن رأوا أيضا هناك أعراض لمرضى آخرين وبالتالي هذا ما يسمى بالمعضلة كيف نبدأ؟ حينما لا نقوم بأيضا طلاقه قد نتأثر أيضا بالتجارب الأخرى والمرضى الذين انتظرون هذا العلاج وذين تم عليهم تجارب طويلة وبالتالي هنا من الصعب أن نحكم على الأخلاق أو المبدأ إلا من خلال الرجوع لللوائح الرجوع للأنظمة وإيضا التأكد ولا يمكن أن نطلق مثلا شيء قد يضر أطراف آخرين وبالتالي هذا هو دور القادة دور المنظمة كذلك دور الجهات الرقابية في التأكد أن المنظمات تعمل وفق القيم وأخلاقيات العمل ذكرنا أيضا المبلغ عن الفساد ذكرنا كل شخص له دور في الإبلاغ عن الفساد في انتهاك الأخلاق سواء أنت كموظف أو كطالب أو غيره بالتأكد لك دور في الإبلاغ عن الفساد حينما تشاهد انتهاكات غير أخلاقية مثلا موظف يقبل مثلا رشوة موظف يقوم بأعمال غير أخلاقية كل ذلك لا بد أن تبلغ عنه كزميل في العمل أيضا لا بد أن تقوم بدورك كأيضا مراجع كعميل لا بد أن نقوم بدورنا لأن الفساد مضر بالتأكد للفرد نفسه وللمنظمة وللمجتمع فإذا انتشر الفساد الإداري أو المالي أو الأخلاقي في الأعمال بالتأكد سيضر أفراد المجتمع ككل لذلك المبلغ عن الفساد هو من يقوم بإبلاغ المسؤولين الحكوميين والجهات المختصة عن مورسات غير الأخلاقية داخل المنظمة أو المؤسسة في أي بطاع كان بعد ذلك تحدثنا عن الجمعيات والهيئات المهنية هي عبارة عن منظمة أو جمعية تضم مجموعة من أشخاص أو الشركات في مجال عمل معين أو نشاط تجاري معين وهي تعنى بتعزيز مصالح أعضائها المشتركة ويمكن أن تقدم الجمعيات والهيئات المهنية ورشادات أخلاقية إلى أعضائها وغالبا ما تقوم بها بهذه الخطوة بالفعل ذكرنا قد يكون لدينا مثلا جمعية تهتم بالمحاسبين جمعية المحاسبين جمعية مثلا المهندسين الإداريين كل هذه الجمعيات ستقوم بدورها تجاه أعضاء الجمعية حيث أن لا يلتحق في الجمعية إلا شخص يتمتع بأخلاق ويعطى مثلا شهادات تساعده في التحق في الأعمال تثبت أن هذا الشخص لديه الكفاءة لديه أيضا أخلاقيات المهنة وأخلاقيات العمل وبالتالي حينما يقوم شخص أيضا بانتهاك هذه الأخلاق تقوم بسحب هذه الترخيص أو هذه الشهادة وبالتالي لها دور كبير في تحفيز أعضائها على الاتزام بالأخلاق والقيم وأيضا نشوءها يساعد أيضا الموظفين على الحصول على الرخص التي تساعدهم أيضا في الاتحاق بأعمال أخرى وتطوير مستواهم الوظيفي إذن الجمعيات لها دور أيضا في تعزيز أخلاقيات العمل والسلوكيات في المنظمات في المحور الأخير تحدثنا عن المسؤولية الاجتماعية ذكرنا أيضا حركة حماية المستهلك هي محاولة لتعزيز حماية حقوق المستهلكين من خلال حركة اجتماعية منظمة كما ذكرنا قد يكون هناك ممارسات على مستوى التاريخ مثلا فيما يتعلق في منظمات الأعمال بعض الشركات تمارس أخلاقيات غير مناسبة أو سلوكيات غير أخلاقية كما ذكرنا في الغش أو التجاوز أو ضرر على البيئة ومع تطور وعي المستهلكين وأصبح هناك ثقافة لدى العملاء والمستهلكين وكذلك المنظمات وأيضا انفتاح منظمات العالم على بعض البعض والاقتصادات أصبح هناك وعي وأصبح هناك مناداه بحماية حقوق المستهلك وهذا ما جعل هناك إطلاق لحماية حقوق المستهلك وقر من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هناك مبادئ وحقوق المستهلكين كذلك لدينا في المملكة الربية السعودية وزارة التجارة نصت على حقوق المستهلك من أهمها الحصول على حقوقه وأيضا منتجات والسلع والخدمات الأساسية الحصول على المعلومات حول المنتجات كذلك الضمان أيضا حماية بياناتها الشخصية كل ذلك من حقوق المستهلك التي تنادي به أو تطالب به والتي تفرضه حركة حماية المستهلك أيضا تحافظ على المستهلكين أو العملاء من خلال عمليات الاحتيال وذكرنا الاحتيال هو أي ممارسة تنطوي على استخدام الخداع لحصول مباشر على أو غير مباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة وهو ما يؤدي إلى شكل من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرض له أو تعرض للاحتيال ذكرنا الاحتيال قد يكون احتيال مالي قد يكون احتيال آخر وقد يكون أيضا تقني عبر التقنية وبالتالي هنا يأتي دور جمعية حماية المستهلك يأتي دور وزارة التجارة يأتي دور الجهات الحكومية وكذلك الجهات الرقابية في المحافظة ومحاسبة المحتال وإعطاء الموظف حقوقه وتجنب مثلا عمليات الخداع والاحتيال سواء داخل منظمات أو حتى مع العملاء كذلك الضمان ذكرنا من الأشياء التي تقدمها حماية المستهلك هو الضمان وهو تعاخد صادر عن الشركة المصنعة والتاجد وعادة ما يكون كتابي ويفيد بأن المنتج ذو جودة بمعنى حينما تقوم بشراء مثلا جهاز إلكتروني أو جهاز كهربائي سيكون هناك لابد من وجود ضمان لا يقل عن سنتين وهذا ما نصت عليه وزارة التجارة وكذلك هيئة المواصفات والمقاييس لابد أن تأخذ ضمان على المنتج يضمن أن هذا المنتج يوافق المواصفات والمقاييس هناك سلامة في المنتج ذو جودة وبالتالي هذا من حقوق المستهلكين والمحافظة عليه كذلك من الأشياء التي تقوم بها المنظمة وهي المسئولية الاجتماعية للشركة أو للشركات وهي مصطلح إداري يقصد بقيام الشركات بدمج القضاءة الاجتماعية والبيئية في عملياتها التجارية وتعاملاتها مع الأطراف المعنية وأصحاب المصرحة إذن المنظمة ليس دورها فقط هو أن تحصل على الأرباح دون المشاركة أو المحافظة على المجتمع إذن لابد أن تحقق هدافها في ظل القضايا الاجتماعية في المحافظة على القضايا على المجتمع في المحافظة على البيئة وأيضا مساعدة الأشخاص على المحافظة على البيئة وهذا ما يسمى بدور الشركات في المسئولية الاجتماعية ذكرنا أيضا مسئولية الاجتماعية تشير إلى واجب العمل التجاري الذي يتمثل في خدمة ورفاهية المجتمع عند النظر إلى مسئوليته تجاه المجتمع فإنه يتعين على العمل التجاري إلى عناية خاصة إلى اهتمامات مجموعات متعددة وأيضا حتى مصالحها بالتأكيد المنظمة كما هي تهدف إلى الربح كذلك المجتمع يهدف إلى تطويره أو الدول تهدف إلى تطوير المجتمعات من خلال المنظمات وبالتالي فالمنظمات التجارية لها دور كبير بالتأكيد في المساهمة في رفع جودة الحياة للمجتمع وبالتالي لابد أن تشارك المجتمع تشارك في بناء المجتمع من خلال دورها الاجتماعي هي تقوم توظيفها بناء مجتمع وبالتأكيد هي أيضا تستغل في هذه الدولة أو في هذه المنطقة تستفيد من المزايا هناك عملاء لها في هذه المنطقة وبالتالي لابد أن تقوم أيضا بدورها تجاه المجتمع بشكل أكبر في ذلك لابد أن تكون هناك مراجعة اجتماعية لأنشطة المنظمة وهي عبارة عن تقرير شامل لما قامت به المنظمة أو المؤسسة وما تقوم به فيما يتعلق بالقضاءة الاجتماعية التي تؤثر فيها وتوفر هذه الوثيقة المعلومات التي تحتاج إلى الشركة لتقييم مراجعة برنامج المسؤولية الاجتماعية خاص بها إذن كل منظمة لابد أن يكون لديها برامج في المسؤولية الاجتماعية تقوم بمراجعة هذه البرامج بشكل دوري تتأكد أنها تتوافق مع المجتمع تتأكد أن هذه البرامج لها قبول لدى المجتمع لها أيضا أثر في المجتمع وبالتالي لابد أن تراجع هذه الأعمال وذكرنا أيضا لدينا في المملكة العربية السعودية كمثال وهي شركة سابك لديها أيضا هذا الأمر وكذلك شركة أرامك وذكرنا بالتفصيل لديهم مسؤولين في أخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية يتابعون ويعدون التقارير بشكل دوري عن هذه الأخلاقيات والأخلاقات العمل وكذلك المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها المنطمة إذن إلى هنا عزائي الطلاب نكون انتهينا من شروحات مقرر مقدمة في الأعمال شكرا لكم لمتابعة هذه الشروحات ونطلع بإذن الله ونلتقيكم في شروحات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته